اشتركوا في القناة الله عز وجل أن يبين لنا أن هذه الحجة كاذبة وأن في طبيعتهم الكفر والجهود والكلام ده مش خاص باليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لا ده منذ الرعيل الأول منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام فهذا الجيل الذي خرج مع موسى عليه السلام من مصر شهد معجزات باهرة وبراهين ساطعة معجزات كثيرة كانت تكفي لتملأ قلوبهم وقلوب الأجال اللاحقة من اليهود بالإيمان وتجعلهم لا يعبدون إلا الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم يا بني إسرائيل نبي الله موسى عليه السلام بالمعجزات الباهرة والأدلة الواضحة ومعنى معجزة هو كل أمر خارق للعادة يخالف الطبيعة جاء به الله على يد نبي من الأنبياء كان بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام يعانون من الذل والاستعباد وكان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وده يرجع لأن أول مجيء لبني إسرائيل لمصر كان في زمن الهكسوس في عهد الأسرة الخمستاشر وأول من أتى من بني إسرائيل كان سيدنا يوسف عليه السلام واللي وصل فيها سيدنا يوسف لمنزلة عالية ومكان رفيعة فكان قائما على خزائن الأرض ثم أتى إلى مصر سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل وأتى معه بني إسرائيل وكانوا في رغض من العيش حتى جاء أحمس في الأسرة الثمنتاشر واستطاع أن يطرد الهكسوس خارج مصر أمر الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله برفق ولين ويأمره بإخراج بني إسرائيل من مصر لم يكن هذا بالأمر الهيين فأمد الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام بتسعة عام تسع آيات بينات العصى واليد والطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات أما العصى فكان موسى عليه السلام إذا ألقاه على الأرض تحولت إلى ثوبان مبين وكان إذا أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه تخرج بيضاء كالثلج من غير سوء ظن فرعون أن موسى ساحرا فأمر بجمع الصحرة المهر من أرجاء مصر وفي يوم الزين اجتمع الخلق وألقى الصحرة ما بأيديهم وألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا بعصى موسى عليه السلام تتحول إلى ثوبان مبين وتبتلع كل ما ألقاه الصحرة ويا للعجب يتحول الصحرة من قمة الكفر لقمة الإيمان ويزيد لرب موسى عليه السلام ذهب موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام إلى فرعون وأمره أن يخرج بني إسرائيل من مصر ولكنه رفض فكانت طوفان فاض ماء النيل وأغرق بيوت المصريين والأراضي الزراعية والمحاصيل ولم يدخل لبيوت بني إسرائيل قطرة من الماء فقالوا لموسى عليه السلام أدعو لنا ربك يكشف عنا الطوفان فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدع الله فاستجاب الله لموسى وفي تلك السنة أنبت الله لهم نباتا عظيما فلم يؤمنوا ولم يدعوا بني إسرائيل يخرجوا من مصر فبعث الله عز وجل عليهم الجراد فأكل الزرع والثمار وورق الشجر وصقف البيوت وأبواب البيوت والثياب والمتاع فقالوا لموسى عليه السلام يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا هذا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل خارج مصر ففعل فاستجاب الله عز وجل ولم يوفوا بعهدهم للمرة الثانية فأرسل الله عليهم الكمل والكمل هو السوس وانتشر الكمل في الأشجار والثمار والنباتات حتى الطعام امتلأ بالكمل ولم يسلم من الكمل لا الحيوان ولا الإنسان فكان يعد الجلد ومنعهم النوم والقرار فصرخوا يا موسى نتوب ادعو لنا ربك يرفع عنا الكمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل خارج مصر ففعل ثم نكثوا العهد وقالوا على موسى أنه ساحر فأرسل الله عليهم الضفاضع فملأت بيوتهم وأثنيتهم وطعمهم وآنيتهم وإذا جاءوا للنوم تأتي الضفاضع فوقهم ركاما فلا يستطيعون أن ينقلبوا فقالوا لموسى عليه السلام هذه المرة نتوب ولا نعود فدعا الله موسى واستجاب له ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عز وجل الدم سال الدم في النيل وفي كل المياه في الآبار والأنهار حتى مياه الشرب تحولت إلى دم وكيف يعيش الإنسان بلا ماء لا ماء للشرب ولا للطبخ فذهبوا إلى موسى عليه السلام يبكون بشدة وقالوا له ادعوا لنا ربك يكشف عنا الدم ففعل موسى ونقضوا العهود مرة أخرى وقالوا أن موسى ساحرا فأرسل الله عليهم السنين بالجدب والقحت ونقص من الثمرات فكانت الشجرة تطرح ثمرة واحدة وكانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة فهذا الجيل الذي خرج مع موسى عليه السلام من مصر شاهد من المعجزات الكثير فشق الله لهم البحر بضربة من عصى موسى ومروا في البحر وهم ينظرون ثم أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون وجنوده فهل شكر بني إسرائيل هذه النعم العظيمة؟ لا بمجرد أن خرج موسى عليه السلام لميقات ربه ليأتي بالطورة نورا وهدايا لبني إسرائيل عبد العجل وأي ظلم أعظم من عبادة مخلوق لا يستحق أن يعبد فبنوا إسرائيل ويهود المدينة ظالمون متجاوزون للحدود ليس لهم أي عذر ورغم أن من قام بعبادة العجل هم السلف إلا أن الخطاب موجه أيضا ليهود المدينة لما صاروا على نهجهم ومن والهم جازكم الله خيرا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون